أكيد فيه كتير من حضراتكم زي حالاتي كده الأغنية دي تحديدا من أغنيات أمو كلثوم بتحمل الكتير من الزكريات ومرتبطة كده ارتباط شرطي بأيام حلوة كتير كتير مننا كنا في سن المدارس يعني على اختلاف المراحل الدراسية بس كتير جدا مننا كنا دايما بنسمع الصبح بدري الأغنية دي وإحنا في طريقنا للمدرسة وكتبقى دايما مرتبطة بيوم دراسي شتوي يعني زكرة جميلة وأغنية جميلة صباح الفل على كل حضراتكم أهلا بيكم جميعا في بداية حلقة جديدة من عرش الصبح في الأهلي حكون مع حضراتكم فيها منفردا وبكرا إن شاء الله انعيشنا وكلنا عمر تنضمننا الزميلة العزيزة أنا هواند سري في حلقة الغد بإذن الله كالعادة هنتكلم في جزء الأول من حلقتنا عن كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي من قريب ومن بعيد يعني آخر الأخبار وآخر المستجدات المتعلقة بالفريق والجهاز الفني وحتى حضراتكم والله حتى المشجعين ويعني مشاهدين في كل مكان طبعا الصحافة الرياضية دايما بتكون حضرة بنتابع آخر المستجدات في فروع النادي الأهلي المختلفة كثير جدا من الأمور وجزء تاني برضو كالعادة بيكون عبارة عن فقرتين حواريتين في حلقة النهاردة الفقرة الأولى هنتكلم من خلالها عن رياضة الشراع وفي تاني فقراتنا حينورنا الأستاذ علي البحيري النقد الرياضي لأن احنا بقالنا فترة الحقيقة احنا ملهيين في أمم أفريقيا وفي مونديال كاس العالم للأندية وفي الدول المحلي بقالنا فترة مش طويلة قوي بس يعني شوية حلوين ما منتكلمش عن أوروبا بقى والدوريات الأوروبية المختلفة ده اللي حنعمله إن شاء الله في جزء تاني والأخير من حلقتنا النهاردة طيب في البداية عايزين نقب شوية كده عند خبر محتاجين نتأمل فيه ونعلق عليه في بداية حلقتنا هو بيوضح لحضراتكم أبعاد كتير قوي في كيفية الحفاظ على المواهب المختلفة المتواجدة داخل النادي الأهلي مبارح أعلن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لنادي تبريتسي تشيكي لمدة موسمين ونص مع حقية النادي الأهلي في استعادة الثنائي أو استعادة أي واحد منهم بشكل منفرد في أي وقت خلال مدة الإعارة في موسم 22-23-24 هنا لازم نشيد كلنا بالقرار اللي تم اتخاذه وفقاً استراتيجية النادي الأهلي وأكيد طبعاً بالتنصيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب وموافقة لجمة التخطيط للكرة وخالد بيب ومدير قطاع الناشئين ده عشان يعني يتم منح الفرصة لعدد أكبر من شباب النادي الأهلي للاحتراف في الدوليات الأوروبية المختلفة دي حاجة مهمة جداً وعظيمة جداً يا حضرات أن أنت تدي الفرصة لشباب بيخود مشوار الاحتراف يعني مبكراً وفي نفس الوقت مالك أدواتك وعارف إزاي تحافظ عليه لو حسيت في أي وقت أنه يعني مش مستغل فنياً في النادي اللي هو فيه ترجع به مرة تانية ومش هترجع به كده زي مرة هترجع به هو أكثر نتجاً بكتير فطبعاً يعني الحقيقة كمان كلنا شايفين أن التجاه عظيم جداً جداً أنه ليه أكتر من مكسب يعني أولاً لعبتك هتاخد خبرة أن هي تدخل بقى في احتكاك مباشر مع مدارس كروية مختلفة خصوصاً زي ما أكيد حضراتكم معارفين الكرة في شرق أوروبا بتمتاز بالقوة نسبياً أكتر من المهارة فدي مدرسة ده شكل من أشكال الأداء الكروي ومنه يعني كمان يكون يعني لعبتك في دوري بيمثل نفذة لبعض الدوريات غرب أوروبا بقى المعروفة طبعاً زي الدوري الفرنسي على فكرة الدوري الفرنسي واللي زي والإيطالي والله والإنجليزي دايماً بتلاقوا عينهم على ومعظم تعاقداتهم بتكون معها لعيبة من الدوريات دي زي التشيك بلغاريا سويسرا إلى آخره ومين عارف يعني ما يمكن تلاقي نفسك في يوم الأيام قعب التابع مجموعة من نجمنا المصريين ولعيبة النادي الأهلي يعني هما بيشاركوا في دوريات عالمية بالمعنى الحرفي وليهم عشاء ومتابعين ومريدين من جميع أنحاء العالم هنتكلم على لعيبة في كلاس ايه بقى من المستوى دي حتكون أكيد إضافة كبيرة جداً ومميزة جداً للنادي الأهلي وفرقته يعني هو اتجاه في كل الأحوال عظيم 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 وتفكير منطقي لبكرة وللي جاي بكرة ده تجهيز لللي جاي بعد كده طبعاً حاجة محترمة جداً لقطاع الشباب يعني ما بين بقى يعني كمان التصعيد للفريق الأول ما بين الإعارات لاستغلال الفرص واستغلال قدراتهم بالشكل الأمثل يعني هنيئاً فعلاً لأشبال وشباب النادي الأهلي وإن شاء الله اللي حيبقى لهم أكيد كلهم شأن كبير في المستقبل كمان حابين نلقي الدوق على تصريح الثنائي بقى الاتنين اللعيبة المعنيين عقب القرار اللي صدر بإعارتهم محمد مغربي أكد أنه سعيد جداً بأنه هيخد تجربة الاحتراف الأوروبي وقال أن دي خطوة مهمة جداً في مشوار احترافه وفي سن صغيرة من خلال النادي الأهلي وأكيد هتساعده كتير فيه أنه ينضج يعني حين عودته مرة أخرى للنادي الأهلي بحسب رغبة النادي أو السماح ليه بأنه يتدرك بقى في دوريات ومستويات أقوى أوروبياً وكان حريص كمان فيه ختم تصريحاته على أنه يتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي اللي سندته خلال الفترة الماضية وخصوصاً الفترة اللي شارك فيها مع الفريق في كأس العالم للأندية بدورة الإمارات العربية الشقيقة طيب ده جانب على صعيد متصل كمان محمد ياسر أعرب هو الآخر عن ساعته بالموفقة على إعارته للدوريات الأوروبية كمان خطوة مهمة جداً في طريق الاحتراف وبيتمنى يعني بيتمنى أنه يكون بداية موفقة لمشوار نجح قال بالتأكيد ظهوري مع الفريق الأول في كأس الرابطة كان له دور كبير في إتمام الإعارة خلال الفترة الماضية بعد متابعة النادي ألشيكي لي في كثير من مباريات القطاع ده اللي بنقوله أنه أكيد البطولة اللي استحدثت دي كان لها إيجابيات كتيرة جداً تعالوا بقى نروح للفريق الأول النهاردة النادي الأهلي حيواجه فريق مصر المقاصة في الجولة العشرة من منافسات الدوري الممتاز واللي أكيد حتكون إن شاء الله مباراة قوية بالمناسبة الماضية حيتلعب الساعة 8 مساء على ملعب الأهلي والسلام بيتسو موسماني أعلن قائمة الفريق اللي دخلت معسكر مغلق بالأمس ويضمت كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ورامي ربيعة ياسر إبراهيم حمدي فتحي حسام حسن محمد شريف حسين الشحات أليو ديانج عمر السلية محمد مجدي أفشة محمود وحيد محمد محمود طهر محمد طهر كريم فؤاد، لويس ميكسوني، محمد هاني، أحمد عبدالقادر، محمد فخري، زياد طارق، محمد أشرف وطبعا لازم نقول هنا لمحمد الشناوي عود أحمد ويا رب إن شاء الله يعني ما نسمعش عنه غير كل خير وما يتعرضش لأي إصابات أيا كان شكلها وأيا كان حجمها مبارح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اتكلم عن ضوابط حضور مباراة مصر والسنغال ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022 أشار إلى تطبيق بعض الشروط المتبقة في العديد من الأماكن وهي الحصول على تحصين كامل بلقاح كورونا وحمل شهادة تفيد بهذا الأمر أو تثبت ذلك أوضح إن الساعة الاستيعابية للأستاد حتكون النصف لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي ويقناشد كل الجماهير إن هم يتخذوا كل الإجراءات الاحتراثية اللازمة وعدم التوجه إلى الأستاد إذا كانوا بيعانوا بأي حال من الأحوال بأي عرض من أعراض حتى الآن في الوانزة الموسمية نهيكم عن كورونا وحنا دلوقتي خلي بالحضراتكم وصلنا لمرحلة إن اللي بيعطس جنبك الواحد بيقلق العطسة دي مش معروف خلفية دور بردة عادي إحنا قربنا حتى ننسى الكلام عن أدوار البرد العادية وحاليا أي حد بيصاب بأعراض البرد بقى إلى حد كبير جدا مجبر إن هو ياخد بروتوكول علاج كورونا في كل الأحوال يعني تحسبا وربنا يسلم الجميع فأما بقيت أخبارنا فبعد الفاصل وعليكم خير خليكم معنا يا أهلا بيكم مرة تانية عودة من جديد لحلقة النهاردة من عشر الصبح في الأهلي وتعالوا بقى ندخل في الموضوع على طول تعالوا نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي في فروعه المختلفة بفرقه المختلفة من خلال زميرتنا العزيزة هانا أبو القاسم هي موجودة دلوقتي في فرع النادي الأهلي بالجزيرة هانا صباح الفل عليك تفضلي سمعينك يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم طبعا النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة مهمة أمام فريق مصر للمقصة مباراة تكون الساعة 8 مساء على استاد الأهلي والسلام ونرجع بقى مرة تانية نستقنف بطولة الدور يعني طبعا بنتمنى لرجال كرة القدم كل التوفيق طبعا أمس كان نستقنف الفريق تدريباته استعدادا لمبارات اليوم بشكل عام مستر بيس ومسيماني كان حريس كالعادة أنه يعقد محضرة بالفيديو مع اللاعبين ليحدثهم بقى عن نقاط ضعف وقوة طبعا لفريق مصر للمقصة كمان الميران كان فيه فقرات بدنية وفقرات كمان خططية وفنية وتنفيذ بعض الجمل استعدادا لمبارات اليوم كمان قبل انتهاء الميران أو في الجزء الأخير من الميران قام مستر بيس ومسيماني بعمل تأسيمة بين الفريق يعني يقسم الفريق لتلت فرق والحقيقة أن التأسيمة شهدت أداء قوي من جميع اللاعبين بعد كده الفريق دخل فيه معسكر مغلق استعدادا لمبارات اليوم إن شاء الله يفوز فيه مبارات اليوم ويقتنس ثلاث نقاط جداد في بطولة الدوري كمان معنا خبر متعلق بين نشئين 2003 قدر يحقق فوز أمس على فريق غزل المحلة بنتيجة 2-1 ده ضمن الجولة 19 من بطولة الجمهورية الحقيقة أنه نشئين 2003 عملوا مباراة كبيرة جدا يعني كان فتتح التسجيل اللاعب رأفة خليل فيه الدقيقة الرابعة بعد كده أحرز الهدف الثاني اللاعب محمد واقل فيه دقيقة 83 لكن فريق غزل المحلة قدر يقلص الفارق ويحرز هدف فيه الوقت ببدل الضاقع وبكده يكون رفع نشئين 2003 نقاطه لـ40 نقطة يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق خلونا بقى يا كريم نروح دلوقتي للألعاب الأخرى والحقيقة أنه كل لينك في عشر صبح في الأهلي بنعلن عن إنجاز جديد لفرق الرياضية يعني فريق جنباز نشئين تحت 9 سنين قدر يحقق 22 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية يعني الحقيقة أنه نشئين تحت 9 سنوات عملوا بطولة كبيرة جدا كانوا الحقيقة بيلعبوا بروح النادي الأهلي وزي ما قلت قدروا يحققوا إنجاز جديد ويحرزوا 22 ميدالية ذهبية طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز الجنباز بالنادي الأهلي نروح بقى للعبة كرة الطايرة والحقيقة أنه لا جديد يذكر يعني فتيات الذهب فتيات كرة الطايرة قدروا يحققوا فوز ويكتسحوا فريقه اليوب بلس بنتيجة 3-0 الحقيقة أنه هم كانوا مسيطرين على جميع مجريات المباراة يعني قدروا يحسموا الشروط الأول بنتيجة 25-12 الشروط الثاني بنتيجة 25-10 والشروط الثالث والأخير بنتيجة 25-14 يكونوا أضافوا ثلاث نقاط جداد ليهم يعني الحقيقة أنهم حتى الآن محققين فوز في جميع المباريات متصدرين طبعا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة المباراة قادمة لفتيات الذهب هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق أصحاب الجياد كمان رجال كرة الطايرة النهاردة عندهم مباراة أمام فريق طلاق الجيش المباراة تكون الساعة 5 مساء هنا بمقار النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد بصالة الأميرة عبدالله الفيصل يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق كمان الحقيقة أن الرجال كرة الطايرة محققين العلامة الكاملة حتى الآن فازوا في جميع المباريات وعملين أداء كبير جدا إن شاء الله كمان قريبا نكون بنحتفل في 10 السباح في الأهلي بتتويج رجال كرة الطايرة ببطولة الدوري خلونا بقى نروح للعبة كرة اليد رجال كرة اليد أيضا بيوصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة المباراة القادمة هتكون أمام فريق طلاق الجيش يوم الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري يعني يا كريم خليني أقولك أنه المنافسة جديدة جدا في كرة اليد بالتحديد رجال كرة اليد بطولة الدوري الفرق متقاربة مستواهة لكن إن شاء الله رجال كرة اليد كالعادة هيكونوا على قدر المسئولية ويقدروا يحسنوا البطولة لصالحهم أخيرا نروح للعبة كرة السلة رجال كرة السلة الحقيقة الفترة دي في فترة تركيز كبيرة جدا يعني طبعا زي ما احنا عارفين إنه في فترة توقف لبطولة دوري السوبر فعشان كده الفريق بيستغل الفرصة دي بيحاولوا يعملوا فترة إعداد قوية جدا عشان إن شاء الله لما يرجعوا يستقنفوا بطولة دوري السوبر الشهر قادم شهر مارس يكونوا استعدوا أفضل استعداد ويليقوا باسم النادي الأهلي ويحققوا نتائج إيجابية يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق كمان يا كريم خلينا نقل لك الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة الأعضاء بدأوا بالفعل التوافد على النادي درجة الحرارة دلوقتي عشرين يعني يمكن فيه تحسن نسبي في حالة الجو لكن في الحقيقة ازدحام بسيط في السيولة المرورية ده طبعا بسبب عودة الدراسة مرة أخرى لكن بقول كل الأعضاء تقدروا تيجو تستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة معاك طبعا يا كريم لو عندك أي استفسار والآن العودة ليك مرة أخرى في الستوديو لا والله هنا ما فيش أي استفسارات فيه شكر جزيل بس ليك على مجهودك الجميل وعلى تغطيتك المتميزة دائما نروح بقى مع حضراتكم من أخبار النادي الأهلي إلى الصحافة الرياضية هنروح على مقر جريدة الجمهورية حيث تتواجد زميرة العزيزة مريم سميح اللي هنتابع معها وتحكي لنا وتقول لنا بالتفصيل على أهم الأخبار في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وكمان هيكون لها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك العزيزة تفضلي صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك وصبح على كل مشاهدة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية زي ما أنت قلت بالزبط يا كريم وطبعا هيكون معانا لتحليل كل عنوين اللي معانا النهاردة والصدرة صباح اليوم الثلاثاء الأستاذ الناقد الصحفي حسام الغرباوي الناقد الرياضي بي جريدة الجمهورية خلينا نبدأ بالعنوين اللي هكون معانا النهاردة من الجمهورية الأهلي يبحث عن الصدارة عبر المقصة ومن موابط أخبار اليوم محمد عبد المنعم يزين تشكيل الأفضل الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا ومن اليوم السابع ثلاثة أهداف تفصل محمد صلاح عن صدارة هدافي أنديت إنجلترا في دوري أبطال أوروبا وأخيرا من موقع كورة تحديد موعد عودة لحماية عريم بير ميونيخ طبعا هيتناقش معنا في كل هذه العنوين الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بي جريدة الجمهورية طبعا يعني بنرحب بيك أستاذ حسام على شاشة قناة النادي الأهلي دايما بتشرفنا وبتنورنا في عشر صباح في الآن أهلا وسهلا بحضرتك وفي الزملة في الاستواتي أستاذ حسام يعني خلينا نبدأ النهاردة مباراة هامة الأهلي ومصر المقصة يمكن بعد غياب 58 يوم تحديدا عن الدوري ومشاركة طبعا أغلب لعابي النادي الأهلي في عدد من البطولات سواء كأس العامل الأندية أو طبعا بطولة إفريقيا ده ممكن يأثر إزاي على لعاب النادي الأهلي وممكن إزاي نشوف أداء لعاب النادي الأهلي النهاردة في هذه المباراة الهمة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم النادي الأهلي نادي كبير وإن شاء الله ما بقاش في تأثير عليلي إنه طبعا بيضم كوكبة متميزة من اللاعبين بجميع الأعمار المختلفة شباب وخبرة وشيء طبعا أن الأهلي بيبحث عن البطولة مرة أخرى أمام مصر المقصة ويحصل تلات نقاطه إن شاء الله نتمنى له الفوز بإذن الله وطبعا أكيد مسيمان اللي هو هيستعين شوية طبعا بين اللعبين الجدد واللي طبعا ما شاركوش في البطولة الأفريقية عشان يدي راحة لللعبين الأساسيين في البطولة الأفريقية خاصة فيه سانداونز جاي المباراة اللي جاي فإن شاء الله الفوز أمام مصر المقصة هيد دفع معنوات كبيرة جدا للقادم إن شاء الله خاصة بعد المباراة اللي هي أمام السودان الهلال السوداني كان فيه الاتنين ببقى فيه تعادل فطبعا إن شاء الله هيا سعى للفوز وده هيبقى كمان يدوله فرصة كبيرة إنه هو شوف التشكيل الأساسي أو الأمثل أمام سانداونز إن شاء الله فكل التوفيق لنا دي لعلي طبعا يعني يمكن الكاف كان لي قيمة الأفضل في دوري أبطال إفريقيا وكان محمد عبد المنم هو المصري الوحيد يعني اللي كان في هذه القائمة يعني شايف محمد عبد المنم إزاي شوفنا أداء كبير جدا الحقيقة خلال مباريات طبعا دوري أبطال إفريقيا شايف اختيار الكافلين هو يكون مصري الوحيد ضمن هذه القائمة إزاي شيء طبيعي شيء جميل جدا لمحمد عبد المنعم ده بيحساب له كأول مرة يشارك وفي نفس الوقت تم اختياره ضمن أفضل التشكيل الأفريقي إلى جانب طبعا السودان والمغرب ده بيدي طبعا قوة لمصر وإن مصر فيها طبعا ما شاء الله نجوم صاعدين وده يحسب لكروش طبعا وإن ده هيد دفع معنوية برضو لكروش والجهاز الفني اللي معانهم هم قادرين على إن هم فعلا يكتشفوا المواهب والنجوم اللي هيمثلوا مصر فيه الفترة جدا خاصة إن احنا بنسعى لتأهل المنديال وإن شاء الله بإذن الله تبقى بشة خير حتى نشوف كمان زيادة اللاعبين المصريين المحترفين خارج مصر فكل التوفيق إن شاء الله لمحمد أمن يمكن عنون التالت اللي معانا بنتكلم طبعا عننا محمد صلاح نجمنا نجم المنتخب المصري ونجم ليفر بول الحقيقة إن بيحقق رقم قياسي جديد فيه دوري أبطال أوروبا يمكن هو يعني بفانيلة ليفر بول أو بتيشرت ليفر بول يعني شارك فيه خمسين مباراة وسجل تلاتة وتلاتين هدف والحقيقة يعني إن تلات أهداف فقط بتفصلوا عن يعني الطوب 1 يعني شايف الأرقام اللي بيحقق محمد صلاح فيه دوري أبطال أوروبا طبعا كلنا فرحانين جدا بالنجم محمد صلاح وإحنا شايفين إنه هو يعتبر أفضل لعب العالم على السحة ودي نتيجة طبيعية لتطور محمد صلاح اللي أصبح دلوقتي نجم النجوم زي ما بنقول كلنا طبعا هو خاط كتير من المباريات مع ليفر بول خمسين مباراة من ساعة ما ارتدى التشيرت وحقق فيهم 33 هدف قدر إنه هو طبعا يدخل فيه مصاف اللعبين والهدفين الأوروبيين باللعين طبعا إنه هم حقق الموسم ده إنه هو شارك فيه سبع مرات حقق فيهم تمن أهداف وده طبعا وضعه في المرتبة التالتة بعد هيري وبعد كده ليفاندي فيسكي وهو طبعا بتمن أهداف عنه فإن شاء الله ده هيبقى دفعة قوية بحيث أنه كمان في خلال الهدفين طبعا اللي هو الدور الأوروبي عموما بقى في المستوى الخامس فطبعا إن شاء الله ثلاث أهداف تانيين هيضعوه في القمة كل التوفيق لمحمد صلاح إن شاء الله يمكن أننا الأخير بنتكلم طبعا عن نوير يعني أفضل حارس مرمى في العالم يعني يمكن بنتكلم كمان عن فكرة غيابه عن باير ميونيخ أو حراسة عرين باير ميونيخ هو الحقيقة أنه بعد جراحته بيحتاج لأربع أسابيع يمكن فات منهم إسبوعين ولكن خلال الفترة اللي جاية برضو يعني نوير مش هيكون قادر يكون موجود ده هيفرق إزاي خلال الفترة المقبلة لمشوار باير ميونيخ شيء طبيعي إحنا حتى في مجال الكرة بنقول إن الحارس هو يعتبر نصف الفريق إحنا شفنا ما شاء الله محمد أبو جبل مع منتخبنا كان رغم إن بيحصل خسارة أو بنتراجع بدأ فهو الحارس بيقدر إنه هو طبعا شيء طبيعي بيعودنا خاصة بيأخذ خبرة كبيرة ولكن طبعا أكيد كل فريق عنده اللاعب الاحتياطي كان محمد أبو جبل الاحتياطي للشناو والحمد لله يعني بان بشكل وظهر بشكل محترم جدا وإن شاء الله طبعا أكيد هيبقى فيه الحراس للبيرن هيكملوا المشوار وهي دي كرة القدم شيء طبيعي ده الدروبات اللي بتحصل هي بتدي فرصة للصعادين لهم مثبتوا نفسهم فإن شاء الله بإذن الله أكيد فيه صعادين آخرين من الحراس المرمى هيكملوا المشوار والعنوين إن شاء الله أستاذ حسام شكرا على هذا التحليل لكل العنوين اللي كانت معنا النهاردة دايما بتشرفنا وتنوارنا في عشر صبح في الآن شكرا جزيلا شكرا ده طبعا يا كريم كانت تحليلتنا لكل العنوين الصحفية الصدرة صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر جاريت جمهورية بشكرك جدا عودة ليك مرة أخرى ده أنا لبشكر الجزيلا شكرا زمنتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية وطبعا تحياتنا لضيفك الأستاذ حسام الغرباوي طيب إحنا بكده نكون انتهينا من الجزء الأول من حلقتنا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي معاكم أول فقرة حوارية في حلقتنا اللي من حضراتكم ليه في الرياضات المائية بيحب الرياضات المائية وخصوصا الشراع والتزحلق أو الانزلاق على الماء أو الووترسكي أرجوكوا تابعوا أولى فقراتنا الحوارية عشان هنتكلم باستفادة عن الرياضة ندول خليكم معاكم أهلا بيكم مرة تانية وتانية حضرات اللي منكم من محبي أو من ممارسي الرياضات البحرية المختلفة أو المائية المختلفة أرجوكوا تابعوا فقرتنا دي لأن احنا هنتكلم من خلالها وباستفادة عن الانزلاق على الماء وكمان عن رياضة الشراع الأسبوع اللي فات اختتمت بطولة الجمهورية الشتوية للشراع وحنتكلم عن تفاصيل هذه البطولة مع ضيوفنا اللي منورنا النهاردة كابتن علي محمد هو عضو مجلس إدارة انتحاد الشراع والانزلاق على الماء وكمان منورنا كابتن علي سلطان مدرب اتراز الألواح الشراعية صباح الفل عليكم سعداء بوجودكم معنا منورنا أهلا بيكم طيب نبتدي مع حضرتك بحكم يعني اللي فات من عبرك كله وعايزينك تكلمنا كده عن تفاصيل هذه البطولة اللي اختتمت فعلياتها مؤخرا وهندخل بقى انتلاقها من النقطة دي في كتير من التفاصيل احنا البطولة اللي فاتت دي هي كانت البطولة الشتوية لرياضة الشراع بأنواعها المختلفة رياضة الشراع باختصار هي يعني معتمدة اعتماد كل على الهوى بيبقى مركب ركبها شخص واحد فيها طبعا طرازات مختلفة في عندنا حوالي اربع طرازات بيختلف من كل طراز للتاني السن والوزن فالبطولة اللي فاتت دي كانت بطولة الجمهورية الاندية كلها بتتجمع هم كانوا كم نادي؟ تقريبا ستة او سبع اندية الاندية كلها بتتجمع بكل اللعيبة اللي موجودين عندها وبيشاركوا بنفسوا بعض طبعا كل طراز النادي بيشارك بالطرازات المختلفة هو ما عليش انقسف لمواطعاتك أستاذ علي بس برضو ارجع اي تاني انا هنا برضو عايز يعني اعرف من منطلخ ان حضاك عضو في الاتحاد هو ليه العدد قليل هل لان طبيعة الرياضة دي تستدعي يعني ما هيش كرة خدم فعايزالها ملعب ما هيش مثلا باسكتبول فعايزالها ملعب باسكتبول احنا نتكلم على الرياضة مائية فهي ده مخليها مجبرة على ان النوادي اللي يكون لها فعالية في هذا الاطار تكون النوادي مطلع على اي مساحة مائية سواء النيل او بحر او كده ولا بتمشي ازاي ليه مش اكتر من كده باكتصار هي علشان الرياضة بتتطلب كل نادي يبقى عنده اكسس مثلا على النيل او لو هي في البحر لازم يبقى عنده شاطئ على البحر فبالتالي مش كل الاندية بيبقى عندها الابشن ده بالزبط يعني احنا الاندية المسجلة في الاتحاد حوالي 10-12 نادي والفاعلين فعلا هم الستة السبعة اللي شاركوا في البطولة اه بالزبط فيه ساعات بيبقى فيه ناس ممكن بتشارك في البطولة ما تقدرش تشارك في البطولة دي بتشارك في اللي بعدها وهكذا لكن كل نادي طبعا علشان هي رياضة مائية فلازم يبقى فيه اكسس على البحر والنيل او النيل طيب كابتن علي الانزلاق دي ترجمتها الانزلاق على الماء مش كده برضو الووتر سكي الانزلاق على الماء نسبة وحجم التواجد للرياضة دي في مصر قد سواء بشكل احترافي او برضو يعني بحكم متابعتك اكيد حتى ناسر غير محترفة يعني هل الرياضة دي منتشرة في مصر ولا مش قوي هي منتشرة مش منتشرة منتشرة بصفة يعني تحت مظلة الاتحاد في احنا الفريق فريقنا القومي يعني يلي اتحاد مستقل ولا تحت مظلة نفس الاتحاد هو الاتحاد الشراع والانزلاق على الماء هو الشراع فهو بكل المراكم الشرعية اللي بتنشي بالهوى والانزلاق على الماء اللي هي بتتشد هي تتجرب الزبط اللي هي زي السكي او لو انزلاق على الماء احنا المنتخبنا الوطني الحمد لله من حققين مراكز ممتازة دوليا واكلميا وهي لها سيستم في التدريب يعني بالنسبة للهي الفريفت فهو موجود ناس كتير عندها اللانشات بصفة هواية يعني كهواية بس هي يعني بيت هيقلي ان هي ممكن تبقى ميالة اكتر لكونها رياضة المجتمع المخملي مش كده برضو لان مش كل الناس عندها القدرة المالية يكون عندها لانش او حتى يكون عندها يعني اكسس لحد عنده لانش ويعني مش رياضة درجة اوي مش كده برضو مزبوط يعني هي فعلا في نطاق ده في نطاق الهوة يعني مش اي حد عنده لانش او مش اي حد يقدر يمارس الرياضة دي لان هي برضو لحد ما مكلفة طب اللي ما عندوش هو حابب يعمل ايه؟ يجالنا الاتحاد يعني بشرفنا في الاتحاد فيحصل ايه بقى لما يجيلكم؟ يعني ايه الخطوات اللي ممكن تتعامل مع حد جالكم الاتحاد وحسيتوا ان الشخص ده واعد طبعا لازم يكون يجيد السباحة ده اول حاجة ونعمل له اختبارات وبيمان بقى بيمان هو يعني واعد او مش واعد فيه القدرات المادية اوش مفيش قدرات مادية بنتقدر نتعامل مع الماكل طيب لما يكون في بطولة ماء مسابقة ماء وسؤالي ده لحضراتكم انتو الاتنين سواء على صعيد الشراع او الانزراق على الماء هل لما تكون المسابقة في مياه نهرية بتختلف تفاصيلها وشروطها وحساباتها ومقاييسها عن لما تكون البطولة معمولة في بحر مثلا او في محيط ولا المبدأ بيبقى ثابت وبيتطبع الكل يعني طبعا بيبقى فيه فرق ما بين النهر والبحر بيبقى فرق اولا في الطيار الطيار المائي في النهر بيبقى اقوى شوية وبيبقى معاكس للهوى لانهي الرياضة دايما بتعتمد على الكارنت الطيار والهوى بالضبط دي بالنسبة لرياضة الشراع فتبقى مختلفة عن البحر طبعا بحر بيبقى مجال اوسع مجال مفتوح بيبقى فيه موج عالي بيبقى الهوى برضو مع الطيار بيبقى فيه اختلاف ما بين البحر والنهر بالنسبة للشرع بالنسبة للانزلاق بيبقى تقريبا الاتنين زي بعض لان الانزلاق معتمد على مركب بتشد شخص وراها فبيبقى البحر والنهر ما بيبقىش فيه اختلاف قوي ما بينه طيار لو بحر بتتلاقي فيه مسابقة معينة بطيار لازم يبقى خالي بقى من الامواج وإلا ده ممكن يشكل عقبة يعني في حال الشراع بيمشي الحال في وجود امواج في الحال شراع بيستخدم الامواج للصالح لو فيه تكنيك إنه أنا ممكن لو معديش التكنيك دوت أو معديش الكودات الفنية معينة فهيبقى عاكس ليه الامواج في حين اللي لو عندي تكنيك معين أو متمرن بطريقة معينة اللي أنا ممكن أستخدم الامواج دي في صالحي لأنه وانا فوق الموجة بأعمل حاجة معينة وانا ما بين الموجة والموجة باستخدم بعمل سيرفينج باستخدم بعمل سيرفينج على الموجة فبالتالي بتبقى أدفانتج بتبقى حاجة يعني بترفعني الهدام أو بتقنيني أبقى أسرع لأن الرد الشراع هو زي عربات الفورمولا هو مين هيخلص الأول هو كورس ومين هيخلص الأول تعرف كابتن علي في أمريكا بصفة خاصة وفي أوروبا عموما بس أنا أقصده لك أن في أمريكا من زمان قوي تحسها طبعا هي مش وصلة لدرجة أن هي رياضة شعبية يعني بس برضو موجودة جدا جدا في كل الولايات الأمريكية لأنه ما فيش ولاية هناك تخلم أن هي بتطل على يعني مسطح ماء ماء كان محيط بقى كان نهر أيا كان لدرجة أن عندهم حتى غير بقى الاحتراف بشكله الكلاسيكي المتعارف عليه والمشاركة في بطولات عندهم فرق كتير استعراضية حتى في مناسبات كتيرة جدا في أي ولاية بتطل على نهر المعيم لازم تلاقي من ضمن أوجه الاستعراضات السابتة تلاقي مثلا فريق مكوّم من 20-30 يعني متسلق متسابق يعني مش متسابق حتى يعني لاعب لهذه الرياضة ويقفوا فوق كتاف بعض ويعملوا أشكال هرمية إحنا ليه بعيد قوي عن الكلام ده علما بأن الصورة اللي أنا بسألك عليها دي دي من زمان جدا في أمريكا هي عندنا يعني إحنا بنعمل اللي عربية تقوله دوت يعني بالذات في النيل لأنه هو النيل يعني السكي أو اللي نزولك على الماء عايز مياه فلات مش عايز أم مياه عكس الشراع عكس اللي نقوله خالص على الشراع لا أم عايز مياه فلات بقاش فيه ريح خالص كل ما تبقى المياه فلات يبقى أفضل فبنستخدم يعني زي النيل زي اسماعليا اللي هي المياه اللي هي راقدة أو اللي نفهاش أي ريح خالص أو طيارات مائية فيها مضبوط وبنعمل كده بنعمل الشو بنعمل المهرقنات يعني حاجات كثيرة بتبقى حاصلة في النيل إفنس كثيرة بتبقى حاصلة في النيل بنعمل فيها الشو دي طب من حيث المبدأ الرياضة دي إحنا فين فيها عالميا يعني الممارسي هذه الرياضة المصريية إذا ما قرنوا بالممارسين في دول تانية إحنا بعيد قوي ولا إحنا قريبين وما فيش فرق بيننا وبينهم غير بس إن هم عندهم إمكانيات أكبر بكتير وعندهم أنهار ويمكن يعني مسطحات مائية أكتر بكتير من عندنا إحنا عندنا كل المكاومات الطبعية يعني مكاومات الطبعية البحور والأنهار إحنا الحمد لله يعني منتخبات كتيرة جدا زي نقول مثلا بولندا في الوقت الحالي ما كنا في البطولة اللي فاتت دي في سومبي هم جايين بكل المكاومات بكل معداتهم وقاعدين لمدة شهر إن هو عنده دلوقتي في الوقت بتاع الشتاء عنده كل تلج فمش هيعرف يتمرن هناك فبيجي يتمرن عندك بيجي يتمرن عندنا في البحر الأحمر فإحنا عندنا المكاومات الطبعية إنما المعدات بقى هي اللي بتبقى عندنا عاقق فيها شويتين يعني بس عندنا يعني بدلا ما يبقى عندي مئة لاعب لأ هيبقى عندي عشرة بس وهم دولة إحنا مركزين معهم عشان نحاق بهم حاجات ومنحاق مركز كويسة جدا دوليا ومحليا وإكليميا طيب وعلى صعيد الشراعب برضو مصر فين عالميا في الرياضة دي يعني تعالي لمشي واحدة واحدة فين عربيا وإفريقيا وعالميا احنا عربيا وإفريقيا طبعا بنفس على أول ثلاث مركز يعني بنفس بقوة بالنسبة للشراع والإنزلاق الاتنين لكن بالنسبة عالميا احنا قادرنا نشارك في دورة الألعاب الأولمبية المرة اللي فاتت وإن شاء الله بنستعد بقوة أن احنا نشارك في الدورة اللي جاية في باريس بالنسبة للشراع عالميا يعني احنا بنحاول ان احنا نبقى طبعا في دورة الألعاب الأولمبية من أول عشر لعبين طيب أنتوا حاليا بتجهزوا كم حد عشان يشاركوا في الدورة الأولمبية الجاية احنا يعني الشراع فيه طرازات كتير قبل يعني مش يعني ومشارك تكون في كل الطرز ولا في الطرز احنا بنشارك تقريبا في كل الطرزات وبنعد لعبين يعني بنعد مثلا مش أقل من أربع خمس لعبين في كل طرز بحيث ان احنا لما نشارك في دورة العلعاب الأولمبية نقدر نحقق مراكز متقدمة يعني يعني بالنسبة للعالم هي طبعا أشهر البلاد بالنسبة للشراء هي بتبقى أوروبا أوروبا طبعا بيلعبوا شراع يعني مشهور جدا الشراع عندهم بكوة يعني زي زي مثلا عندنا كورة اليد أو كورة السلة ده المهمة كمان عندهم الثقافة بتاعت في الويك اند ممكن ياخدوا المركب الصغيرة ويطلعوا يقضوا يوم في عرض البحر والثقافة دي موجودة والمعدات المطلوبة برضو سعرها يعني بالنسبة لهم في بلدهم بظروفهم بعملتهم ماشي الحال يعني كيه فرصة أكبر بكتير من عندنا ان ناس كتير مواطنين عاديين يقتنوا هدي المتطلبات لممارسة سواء الشراع أو حتى التزحلق على المال بالضبط احنا طبعا يعني الشراع عندنا مش يعني مش مشهور بشهرة الشراع في أوروبا وبرها بس دايما بنحاول لنافس زي ما قلت حالتك عربيا وإفريقيا يعني دايما من أول تلك هل الاتحاد بيعمل أي مجهودات تجاه الرياضين دول أو الرياضة دي بشكلها أو بشقيها دول سواء الانزراق على الماء أو الشراع ينتشروا في مصر أكتر هل في خطة ممنهجة موضوعة في هذا الإطار ولا أنتو عندوكم مشاكل معينة مع الطلالكم الخطة دي يعني طبيعي في أي اتحاد بيبقى في مشاكل بس دايما احنا بنحاول نحل المشاكل دي وبنحاول نساعد الاندية على قد ما نقدر أبس أخلي بالك برضو اتحاد على الاتحاد يفرق يعني لو اتحاد رياضة معينة متطلباتها سهلة شورت وتيشرت بيمشي الحال لكن أنتو تتكلم على لانشات وعلى معدات وعلى الزحافات وعلى الشراع وعلى حدوطة كبيرة فنوع الدعم المطلوب أكيد للاتحاد أكيد هيختلف كتير على الاتحاد التاني بالزبط يعني احنا بنحاول نساعد الاندية مثلا الاندية اللي بتبقى متعسرة أن هي تجيب مراكب ساعد بنحاول احنا ندعمها بمراكب بحيث يبقى بنساعدهم على التمرين أو على التبريب بالنسبة للرياضة الشراع بالنسبة للانزلاق على الماء بنحاول نعمل يعني ندعم الأكاديميات يعني بنحاول نساعد الاندية على قد ما نقدر لأن الاتنين رياضة هي رياضة غالية بالنسبة للرياضتين دول فيه اندية طبعا وفيه كمان أكاديميات تبقى أكاديميات خاصة مش كده برضو؟ اه بالزبط ومع هذا برضو هي بتنسخ مع الاتحاد هي بتعمل تحت مظلة الاتحاد بالزبط واحنا بنحاول ندعم الاتنين يعني احنا إذا كان أكاديميات خاصة أو أندية يعني على قد ما نقدر علشان نوسع ونشر الرياضة بالزبط طب بالنسبة لك كابتن كريم حاسس ان ايه النواقص اللي منعه أو اللي مؤخرة ومعطلة انتشار الانزلاق على الماء كرياضة مش هنقول شعبية أو بس رياضة على الأقل موجودة بص رجعنا هكلم على الشراع والانزلاق على الماء تمام الدول الكبيرة قوي اللي هي زي اللي في أوروبا أو أمريكا هم نفسهم الاتحادات بتقول لو أنا من غير سبونسرز أنا مش هدر أكمل يعني هم البلاد اللي برا وأكبر بلاد يعني اللي هم مترقصين المراكز الأولى في بطرات العالم والأولمبياد من أول نفسه بيقول لك لا من غير سبونسرز أنا مش مش هقدر أعمل مش هقدر أكمل خطوة لقدان فإحنا يعني طبعا مصر يعني هنا في الاتحاد إحنا مجد سبونسرز طبعا يعني مش ما عندناش سبونسرز زي زي ما هم بيعملوا فبالتالي إذا بعد ما هتم بمية لأ هواق طب نعمل إيه عشان يبقى للرياضة دي سبونسرز بردو أستطيع اللي بقالك في الأول وفي الآخر سبونسرز أيا كان يعني خلفيته هو في الآخر بيسعى للانتشار أملا في الربح فعشان ييجي سبونسر إيفنت أو رياضة معينة لازم يبقى مالي إيده من الرياضة دي يعني لها نسبة مشاهدة ومتابعة ستؤتي ثمارها بالنسبة له فنوصل لده إزاي برضو وإحنا بنعمل يعني كالاتحاد إحنا بنعمل الإيفنت بتاعتنا ونقطر الإيفنت بتاعتنا بس مش 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 متشافين هو الاسبونسر ممكن يستخدم يستخدمنا يستخدم الشرعة والانزلاق على الماء في الدعاية بتاعته يعني دي فكرة يعني عشان يوري الناس إن فيه الرياضة دي ورياضة يتنتشر طب ليه ما بيتمش استخدام الرياضتين دول للدعاية للبلد ذات نفسها بقى وده أولى بكتير يعني أنا أعتقد وأكيد حضراتكم يعني عملتوا ده بشكل أو بآخر هل فيه تنسيق ما بين الاتحاد وما بين مثلا مسألة هيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة المصرية إن من خلال الرياضتين دول نشوف مجموعات كبيرة من الفيديوهات أو حتى الاستعراضات إن أمكن استعراضات في الرياضتين دول يعني فيه أماكن مختلفة في مصر في كل محافظة في مصر بتطل على بحر أبيض أو بحر أحمر أو نهر النيل ده حاصل ويبقى دي دعاية جميلة جدا للبلد وحن نستعرض من خلالها يعني ده الحتة بس لما بين لقصر وأسوان لوحدها دي يعني يا سلام على الجمال هل ده حصل حد نفكر في النوع ده من الأمور؟ ده حاصل حاصل بلكد في مبدوها بتاع لقصر وأسوان أن الحتة دي تعمل فيها كذا إفنت هناك وبنسبة للدهب وبحر أحمر بيحصل دايماً عشان كده السيح بيجوا يلعبوا شراع يعني بالنسبة للبحر أحمر اللي هي المانوت اللي فيها الرياح خوايس يعني أي خطوة توصلنا لأن الرياضة دي تنتشر أكتر بالتالي يبقى لها سفونسر أكتر يدعموها ويدعموا اللعيبة بتاعتها أكيد ما نفسحة البلد وخصوصا نحن نتكلم هي رياضة أولمبية يعني دائماً مشاركة في الدورات الأولمبية صح كده طيب غير الأولمبيات القادمة هل في بطولة تانية بيتم التجهيز لها دلوقتي أو يعني فعالية تانية مهمة؟ إحنا يعني دايماً خلال السنة بيبقى عندنا بطولات دولية وبطولات محلية إحنا عندنا في الاتحاد برضو ضامم الكايت سيرفينج وعندنا بطولة يعني مفروض خلال السنة دي هيبقى عندنا بطولة العالم للكايت سيرفينج والإنزلاق هيبقى عندنا بطولة أوروبا وأفريقيا اللي اتنين ضمين لبعض هيبقى برضو بطولة أوروبا وأفريقيا للإنزلاق بطولة مجمعة؟ إحنا الإنزلاق في أفريقيا ده جديد ده المصطلح ده حتى ما بتقالش كتير ترياضات تانية بطولة أفريقيا وأوروبا مع بعض إزاي؟ هي علشان يعني كرة أفريقيا وأوروبا هم مجمعينهم مع بعض بالنسبة للإنزلاق وأمريكا لوحدها يعني فإحنا من ضمن أوروبا فهنستضيف بطولة أوروبا وأفريقيا للإنزلاق الشراع برضو عندنا فيه طراز الأوبتمست اللي هو للأطفال تحت 15 سنة برضو بطولة أفريقيا بتاعته برضو هنستضيفها عندنا وطبعا فيه خطط يعني دي بطولات الدولية طبعا في كل طراز ورياضة من دول يبقى فيه بقى المنافسة المحلية اللي هي بطولة الجمهورية زي البطولة اللي فاتت دي اللي هي بطولة الشتوية وبرضو خلال شهر أو شهرين هيبقى فيه بطولة بتاعت الكايت والشراع والإنزلاق يعني دايما على مدار السنة بيبقى فيه البطولات داعت كل الطرازات طيب كابتن كريم ما تدينا فكرة كده وتعرفنا عن كواليتي الناس اللي انت بتدربهم يعني كما وكيفا عددهم قد إيه الولاد فيهم قد إيه والبنات قد إيه وكخلفيات كده يعني هم أي نوع من الناس يعني ايه متطلبات الرياضة دي بتجذب مين أكتر؟ هو الفئات العمرية من ثمان سنين لخمسة وعشر سنة يعني أصغر حد بتمرنه ثمان سنين؟ ثمان سنين آه لغاية خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين كمان سبعة وعشرين سنة هي رياضة دي ليها حد أدنى في السن عشان الطفل يبقى في أمان يعني هو بيمارسها؟ لا يستوعب يستوعب المعلومات اللي جاية له ويقدر ينفذها طبعا هو رياضة الشراء والنزواء العلماء هو المخ مش مستعد لأنه هو بيدي الإيد تدي الأورد اللي تدي تمسك الشدة دي فبتاخد فترة يعني ممكن بعد تالت تمرينها يبتدي هو أورادي مش عارفه بيعم كده إزاي باستخلاص بمخة مرن خلاصة طبعا بالتكرارة مخة مرن والتكرارية طبعا والحد الأقصى في العمر؟ حد أقصى بالنسبة للمشركات الأولمبية هم نتكلم في خمسة وعشرين سنة لكن عادي بقى لو كان هواية يعني فيه بطل الأولمبيك سابل كده كان أربعين سنة بس إحنا طبعا عشان بنبني يعني أبطال في حمني التارجل بتاعنا خمسة وعشرين سبب وعشرين سنة عشان يقدر يديني فترة طويلة ده على الصعيد الاحترافي لكن على الصعيد الهواية يعني ما فيش ناس مسلا فوق الخمسين سبتين بمارسوعة فيه سبعين سنة وفيه خمسة وسبعين سنة وفيه ثمين أصي هي عايزة روكب برضو الرياضة دي بش أي حد برضو المفاصل طبعا مفاصل طبعا والستراتشنج يعني إطالات العضلات هو ده الجاز المناعي للعضل بس فيها انطلاق وحرية مش طبيعي حقيقي يعني وانت في البروستس نفسها وانت بتتجرب الفعل وخلاص واقف الوقف يعني فكرة ان انت بتخترق الميا والهوا فيها فيها إحساس بالحرية يمكن مش متحقق افرياضات تانية كتير فهي ممتعة جدا كمان لا مش طي يدي حتى بتجربتنا دالوقتي لهوة طبعا اللي هو طبعا يعني أطمم اللي هوة وتوصيع القاعدة مهم جدا بس أريدنا حاجة لا �트� حاجة فال darle لürü fired ان شاء الله اients هنال يعني يعني دخلنا واتهلنا وراوح الألم بيات لا الحديد الوقت على تنعيزين نحقق مركز في الوز HAS عايزين نرحق مركز الأولى في الألمبياد وبالنسبة للشراع بقى أساس كريم هل برضو فيه سن معين ما ينفعش يبتدوا يمارسوا الرياضة غير لما يوصلوا له بالنسبة للأطفال يعني هو تقريبا نفس السن هو الشراع والانزلاك يعني تقريبا قريبين من بعض نفس الكونسبت احنا علشان نقدر نعد لعيب أولمبي يعني لازم يعني نبقى بس عارفين انه هو هيبقى مكمل معانا مدة معانا من السن فيه عندكم عناصر حطين عينكم عليها وعاركين الذول هيكملوا معانا أكيد لأن مستوياتهم مميزة اه طبعا طبعا في كل في كل اطراز في في الناس اللي هي بنعدها ان هم يبقوا أبطال أولمبيين دلوقتي في الدورة اللي جاية وفي الدورات اللي بعد كده فالفئة العمرية برضو بتتراوح مثلا من 8 سنين لغاية 30 ممكن 30 سنة يعني دي الفئة اللي هي العضلات تبقى لأن هي الرياضطين بيعتمدوا اعتمد بشكل قوي جدا على العضل وعلى العصاب وعلى الزهن لأن هي بس مش يعني مش مش فتنس بس هي برضو عمل التفكير لأن بتعتمد برضو على عوامل الهوى والجو والكارنت فلازم عمل الفكري والزهني يبقى يبقى حاضر طول الوقت عشان كده يعني بنبتدي من 8 سنين عشان 8 سنين يبقى مستوى بشوية يعني ايه هوا يعني ايه مية لأنه هو بينزل المركب بيتساب لوحده تماما وسط البحر وسط يعني محدش بيبقى جنب هو بيتساب مركب لوحده فودي برضو يعني بتنشئ اجيال تقدر تعتمد على نفسها من وهي عندها 8 سنين نركب مركب لوحده وبيطلع في عرض البحر ويتعامل معه لو الطفل على عرضه 8 سنين بيعرفي يعمل كده خرص يقدر يعمل اي حاجة تاني بالزبط 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 طب الناس اللي بتكون يعني زي حالتكو كده وبرضو خلينا سألك السؤال ده كابتن علي يعني الناس اللي هي بتبقى حياتها كلها عدها فيها شغف تجاه رياضة معينة والرياضة دي لسبب ما مش منتشرة اوي في البلد انت حياتك تكاد تكون مبنية على حبك للرياضة دي ده حتى طبيعة عمل غير هويتك الشخصية ما فكرتش في وقت بلوقات ان انت مثلا تعيش في مكان تاني بقى فيه الرياضة دي متواجدة بشكل اكبر وامكانياتها كلها متاحة فانت بالتالي ترتقي في محبتك ليها وفي قدرتك على ممارستها ولا ما خطر لكش عارفة طبع طبع وحصل في فترات كتيرة في حياتي او في المسيرة الرياضية يعني عما كنت لاعب حصل حصل وعدت في اسكندرية فترات يعني عادت في اسكندرية اربع سنين متواصلين عادت في اسماعيلية برضو عدد من السنين كان برضو على بحر مش قامة كاملة بس في البحر الأحمر برضو بس انت فكرتش اطلع بره بره البلد يعني بره البلد لا ما فكرناش اطلع بره البلد احنا عايزين نفسنا جوا البلد يعني هطلع بره هامل ايه ربنا يقدركم نحن نتكلم على مهمة مش سهلة فكرة انتو يعني بتتعاملوا مع الرياضة للدرجات دي لها خصوصية ومطلوب مجهود كبير جدا اللي جعلها منتشرة فربنا يقدركم على ده انتو نورتونا وشركتونا وان شاء الله تشوفكم على خير بإذن الله شكرا فاشكركم جزيلا شكرا حالة العفواصل يا حضرات ونرجع بعديه عشان نبتدي معكم تاني وآخر فقراتنا في حلقة النهاردة خليكم معنا اهلا بكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة طبعا زي ما كنت بقول لكم من شوية احنا بأن فترة ما تكلمناش عن كرة القدم العالمية وآخر الأحداث والمستجدات فيها نظرا لانشغالنا بأمم أفريقيا ومونديال الأندية هنتكلم النهاردة عن كل هذه الملفات وكمان أكيد هنتكلم عن لقاء الأهلي ومصر المقصة مع ضفنا العزيز اللي بنوّرنا الأستاذ علي البحيري النقد الرياضي صباح الفل عليك أستاذ علي صباح الفل على حضرك حسنا الحمد لله طيب تعالى نبتدي بالنهاردة وبماتش النهاردة الأهلي والمقصة وفكرة عودة الأهلي بقى للمباريات المحلية بعد مشاركات أممية وقارية وحاجات زي كده يمكن زي ما حداك قلت فعلا الأهلي النهاردة بيعود للبوتات المحلية في مصر يمكن أخر مباركة الأهلي وفيوتشر في ديسمبر الماضي يمكن تتعادل الواحد واحد النادي الأهلي يمكن دي قوي مباركة النادي الأهلي محلية بعد 58 يوم غياب طبعاً مباراة مهمة لأن النادي الأهلي النهاردة لو كسب مصر المقصة هي بمصدر الدوري فارغ نقطتنا عن بيراميز اللي هو متصدر حالياً طبعاً مباراة مهمة طبعاً نادي الأهلي طبعاً هي أفضل استعداد للنادي الأهلي قبل مباراة سان داونز المهمة يوم السابت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات الدورة بطالة أفريقية فطبعاً مستر بيتسو موسيماني حد أهمية كبيرة لهذه المباراة اللي لو الأهلي كسب هتدخله للصدارة يعني متوقع أن موسيماني ممكن يدفع ببعض العناصر الشابة في المتش دا أعتقد هيبقى النهاردة هيبقى صعب لأن ممكن كسر ربطة كان فيه فرصة أنه يجرب بعض اللاعبين الشباب أو الناشئين ممكن نلاقي النهاردة عنصر واحد لكن عناصر كتير في الشباب زي كسر ربطة هيبقى صعب الأهلي النهاردة يبحث أنه يفوز أنه يسعي بس أنا كنت أقصد فكرة أنه يدفع بناسه وخلاص عارفهم وعارف قدراتهم وإمكانياتهم مش لسه هيكتشف دا في الملعب لا زي ما حدك قلت ولم يوجد طبعاً كتير خلاص اكتشف دا كان في كسر ربطة والعناصر اللي هو استقرر عليه الموجودة في الفرق الفترة الجاية سواء في دورة أبطال أفريقيا سواء في أي بطولة تانية لكن أنا بأعتقد أنه لو في عنصر أو اتنين ممكن يكونوا موجودين في التشكيل اللي هو استقرر عنه قبل كده لكن هو الأهلي طبعاً يلعب بالتشكيل الأساسي مع طبعاً الغيابات اللي موجودة أنه طبعاً الأهلي بيبحث عن استدارة النهاردة قدام مصر المقصة وطبعاً بيبحث أن بعد التعادل بتاع ماتش هليس ودانية دورة أبطال أفريقيا بيبحث عن استعادة الانتصارات بعد كسعام الأندية وأنه كمان يخش في الجو قبل ماتش ساندونز فكرة أن النادي الأهلي بيلعب لقاءات محلية ودولية وأفريقية وفيه هرث ومطحنة حصلة بيدفع تماناً طبعاً اللعيبة وده قدرهم احنا دايماً بيقول ده قدر لعيبة النادي الأهلي بحق أنهما لعيبة في النادي الأهلي معناها أنهما لازم هيشاركوا في كل البطولات المتاحة والمتوفرة هل بتحس أن فيه فروقات فيه مش هقولك حتى الأداء هقولك الشكل العام للفريق محلياً عن لما بيكون مثلاً في المونديال الأندية أو في يعني أي فعالية رياضية تانية أعتقد طبعاً زي ما حدك قلت كلام صحيح يمكن قدر النادي الأهلي أنه بلعب أكثر من البطولة وكمان لعيبته في منتخب مصر أو منتخبات المختلفة طبعاً ده بيقصها طبعاً على مستوى الفريق في بعض البطولات لكن لو قلنا ليه ممكن نشوف أن النادي الأهلي في الدوري مستوى مختلف عن كاس عاملة أنداء ودارة بطولة أفريقية كل البطولة لها يعني منافستها لها برضو قوتها لها صراحة يمكن في الدوري برضو الفرق كلها بتلعب بالدافع قدام النادي الأهلي بتلعب نادي كبير زي نادي الأهلي فممكن نشوف أن بتختلف شوية الفرقات في المنافسة بين الدوري من دارة أبطال أفريقية أو دوري الأبطال أو أي بطولة فأعتقد أن فيه اختلافات طبعاً في الأداء لكن طبعاً النادي الأهلي بيلعب في كل البطولات بيعايز يكسب أي مباراة ما بيحبش طبعاً أنه يتعادل أو يخسر فهو هدفه دايماً نلفوز في أي مباراة لكن طبعاً بتختلف من كل البطولة والتانية بتختلف الفريق اللي هيواجهه كمين ممكن تكون بتلاقي الفريق أنت مش عارف وهو مش عارفك فممكن تلعب مع مباراة كويس لكن فريق حافزك وبيلعب قدامك عارف أقفل عليك إزاي فأعتقد ده بيفر طبعاً في الأداء بين أي مباراة طيب دلوقتي أي فريق أياً كان مين هو لما بيلعب ماتش مع الأهلي بتلاقي اللعيبة توحشت كده لأن دي طبعاً بالنسبة لهم فرصة عظيمة لأنه حيتشافه جداً وكل واحد بيحاول يقدم أجمل وأقوى ما عنده والاعتبارات كتير والأسباب كتير بيعملوا كده لكن في حال مصر المقصة المقصة ما نقدرش ننكر أنه هو في الفترة الأخيرة بيعاني من سوء النتائج إلى حد البير يعني شاهدنا مدربه تامر مصطفى مؤخراً وفي واحدة من تصريحاته بيقول أنه هو هدف رئيسي بالنسبة له قال بقاء في الدوري طبعاً الفرق كبير والهوى كبيرة ما بين الأهلي والمقصة ولكن ده يخلي دافع قوي جداً موجود عند الجهاز الفني واللعيبة عند مصر المقصة أنه هم لازم يثبتوا نفسهم في أرضية الملعب فماتش زي بتاع النهاردة ده أكيد حيصعب المهمة على لعبة النادي الأهلي شايف الدافع لما يكون كبير قوي مع فريق ممكن يبقى مش عايزة أقول يائس أو بيصارع من أجل البقاء في الدوري بس وإن كان هو كده فعلاً ده الحال يعني المتشاطة اللي بالنوعية دي بتكون عاملة ازاي على لعبة النادي الأهلي بتكون صعبة طبعاً يمكن انت بتلاعب فريقي صارع وعنده مشكلة في الجدول أو نتائجه مش كويسة ومغير مدير فني طبعاً بيبقى تدافع عند اللعبة ومدير الفني جديد نوع عايز اكسب النادي الأهلي أو عاوز يعمل نتائج كبيرة عشان يقوله أنا هو وبرضو يعني يكمل يقدم أوراق اعتماده الزفت طبعاً فطبعاً دي مباراة تبقى صعبة عن نادي الأهلي غير أي مباراة أخرى بتلعبها مع فريق حتى كبير زيك انت عارف بتلعبه ازاي لكن انت بتلعب فريق هو نتائجه بيحاول يحسنها مدير الفني عزبت نفسه هو اللعبة الجديدة ويبدأ وصف حقيقة مع الجماهير فأعتقد ان المباراة تبقى صعبة بس نادي الأهلي برضو عنده دافع انه عاوز يرجع للانتصارات المحلية والانتصار بعد مطش الهلال بعد التعدل المطش الهلال لازم يرجع للانتصارات المحلية عشان كمان يتصدر الدوري ويبقى مستقر شوية في جدول الدوري قبل ما يلعب مطش سندونز اللي هو بحث فيه برضو على الانتصار في دور المجموعة في دارة عبطالة أفريق فأكيد طبعاً مباراة صعبة حلو تعالي روح بقى نحود كده على المنتخب وتقولي رؤيتك لللي حاصل وآخر فترة المنتخب شفنا ان فيه تغيير ملحوظ يعني سواء فيه توجيهات وتصريحات كارلوس كيروش وفيه الشكل العام اللي كان مفقود لفترة شايف المنتخب ماشي بخطوات ثابتة تطمنك انت شخصياً على مطشين السنغال مثلاً اللي جايين يمكن لو تكلمنا عن كاس العرب الدنيا ما كانش مطمئنة ما كانش الجامير كلها ملتفحة من المنتخب لكن الصراحة كاس يوم الأفريقية بالذات من بعد دور المجموهات بش ستين بالضبط كده كارلوس كيروش أثبت أنه مدرب كبير منتخب مصر عمل بطولة عظيمة جداً وأكتر من اللاعب كانوا فعلاً هم نجوم البطولة ومش عاوزين نقول أسماء لكن منتخب كله كان فعلاً منتخب رجالة وممكن منتخب قصر في الآخر يعني ضربات جزاء قدام السنغال في النهائي لكن قدم بطولة لعب فيها أربعة إكسترا تايم بطولة طبعاً عمر راحس في تاريخ أفريقيا فأعتقد منتخب مصر عنده عناصر قوية واخسارة بطولة مش هي نهاية المطاف منتخب مصر منتخب كبير اسمه في أفريقيا سوا بطولة أفريقيا فهو منتخب عظيم فأعتقد أننا الفترة اللي فاتت دي كيروش أثبت نوم دارب كبير عارف يلم اللايب عارف يلم الشعب المصري حواليه كمان تصرحته الأخيرة هو في الجزء الأول من توليه هو عارف يلم الشعب المصري برضو كله بس كله كان ملموم إيه مش عجبه بس كان فيه انتقاد للأداء يعني كان الشعب كله ببارطة لكن بعد كده الدنيا زبطت دلوقتي بقى أداء ونتيجة أداء ونتيجة وكمان فيه التفاف شعبي من الجماهير وحتى من الإعلام على كارلس كيروش تصريحاته حتى الأخيرة الإعلام حتى تقبلها فأنا أعتقد لأن هي بقت عقلانية شوية لأن الأول كان فيه كلام يتقال عليه مستفز يعني يتقال عليه مستفز للشعب أو أنه مش عارف هو بيدرب مين يعني كان نوع وكواليتي التصريحات اللي قالها في الجزء الأولاني من فترة توليه كفيلة بأن هي تشككك حتى في تاريخه اللي المفروض أنه هو تاريخ عظيم هي لا هي مش كده هو عارف هو بيدرب مين كويس وعارف هو بيدرب بطل أفريقيا هو مهمته أنه يأخذ كاسهم أفريقيا ويدأهل كاس العالم بس ده كارلس كيروش ده مدرسة بورتغالية هي دي مدرسة بورتغالية في أي مدرسة في العالم أحدك شفت أي مدرسة في العالم مانو الجوزيف في الناد الأهلي دي شخصيته جوزي مورينيو طبعا مدرب عظيم المدرسة بورتغالية دايما هي مدرسة كده كل واحد فيه على حدة كان رمى بياضه بيين أماره هو لازم بيبقى فيه تصرحات كده وتصرحات كده فيه احتوائي تصرحات هي أنا كده أنا بغير هو ما كارلس كيروش حد عارف تشكيله حد عارف ممكن يجيب من قدام مطشل السنغال ممكن يحصل تغيرات في القايمة ممكن لإياباك دي تخش منتخب مصر بمطشل السنغال هو ده كارلس كيروش بس في الأول في الآخر هو بيزبط أنهم دارب كبير أداء منتخب مصر كاسم أفريقيا كان يأخذوا بطولة احنا كنا نستحق بطولة طبعا منتخب السنغال منتخب قوي وعناصر خبام ترقب لأكورة هل تعطيقنا معهم عامل ازاي في رأيك لا صعبة جدا يمكن كمان بعد عودة هنا وهناك طبعا يا 25-29 كمان بعد عودة الدوري وبعد كمان المحترفين في العودة في أوروبا الإجهات كمان اللي حصل الفترة اللي فاتت مع المشاركات سواء لعيبة الأهل اللي عيبة الزمالي في دارة أبطال أفريقيا مع الدوري طبعا أعتقد المباراة تبقى صعبة جدا لكن حضور الجماهير هنا في ساد القاهرة إن شاء الله لما إن شاء الله يبقى في حضور جماهير كبير مع التفاف الإعلام وكل الناس والجماهير على كارلس كيروش وعلى منتخب مصر ودعمه في الفترة الجاية دي أعتقد أننا لازم نعمل مباراة كبيرة هنا في القاهرة ولازم نكسب هنا بأكثر من هدف عشان تساعد المأمورية في مطش القياب في دكار طيب تعالى بقى نروح لحتة تانية خالص ودوري أبطال أوروبا وبقى لنا شوية حلوية ما تكلمناش في الملف ده تعالى نبتدي من مطشات النهاردة البداية هتكون مع فيا ريال ويوبنتوس وسؤالي حضرتك هل شايف أن فيه فرص كبيرة متاحة لليوفي خصوصا أن هو في الفترة الأخيرة ماشي بخطوات يعني بعافية مهتزة إلى حد دوري مهتزة في الدوري وفي المقابل نحن نتكلم على فريق اللي حصل على اللقب الموسم اللي فات أو النسخة اللي فات فاللقاء ده سيكون عامل إزاي برضو في رأيك يمكن زي ما حالك قلت يوفنتوس الفترة اللي فاتت بنتائج مهتزة في الدور الإيطالي المركز الرابع وطبعا يمكن الصراع سلاسي بين إنتر ميلان وميلان وإنتر ميلان ونابولي يمكن التقارب في النقط يمكن هو بس يوفنتوس اللي بعيد شوية عن المنافسة فطبعا ده مأثر جدا لكن في الأول في الآخر يوفنتوس فريق كبير فريق برضو بطل أوروبا وفريق برضو من أقوى الفرق في أوروبا يمكن أكيد طبعا هيبقى ماتش كويس قدام في ريال وماتش كوي طبعا وهم طبعا عايزين يستييدوا النتائج أو الانتصارات قدام في ريال لكن في ريال فريق كوي بطل الدور الأوروبي السنة الفاتت فريق طبعا يعني قوي جدا وكمان عنده استقرار شوية في الدور الأسبانيا السنة دي في النتائج في مبارا صعبة جدا وعلى أرض في ريال فطبعا مبارا صعبة جدا على يوفنتوس لكن في الأول في آخر يقول القدم يوفنتوس فريق كبير وفياريال أثبت أنهم فريق كبير وخذوا الدور الأوروبي فتبعوا مبارا صعبة جدا على ذكر الفرق الكبيرة كمان في ماتش مهم تاني ليل الفرنسي مع تشالسي وطبعا يعني مش بحتاجين نتكلم عن تشالسي وحجم الثقل اللي في الفريق ده بمدربه اللي يعتبر واحد من أهم مدربه كرة القدم على مستوى العالم كله بحارس مرماء الأهم عرب وستوى العالم كله حدوطة معها كتيبة الحقيقة حاجة يعني مفيش أقوى من كده فمتخيل اللقاء ده حيكون ازاي او المبارات ده هتكون مماشية ازاي وخصوصا ان الطرف التاني فيها ليل فليل الفرنسي بأن حتى كتير اسمه مش بيتقال يمكن زي ما حداك قلت تشيلسي بطل أوروبا عنده إدوارد مندي حارس السنغال هو أفضل حارس وبطل كاس العالم للأندية وبطل أفريقيا وكمان هو أحسن حارس وبطل السوبر الاوروبي بطل كل يعني تشيلسي خد السنفات وكمان مدربه أفضل مدرب في العالم تخر من الفيفا فأعتقد أنه عنده عناصر كتيرة جدا يعني هم فعلا أفضل عناصر اللي موجودة الوقت في إنجلترا فأعتقد أن تشيلسي قادر أنه يتخطى ليل يمكن ليل برضو فريق مش هنقدر يقولي أنه فريق سهل أنه برضو فريق عريكو في الدوري الفرنسي والسنة دي ليه تاريخ ده فريق تاريخي وعلى فكرة برضو كان فيه تصريحات كتيرة من عناصر من الفريق ده بيكلموا على أن هم هدفهم وأن هم لا اللي لا مش هينفع تستمر عند فريس سان جرمان وإحنا موجودين بالظبط ما معناها يعني وليل برضو فريق عريكو في نفس الوقت النتائجه استنادي في الدوري الفرنسي كويسة ماشي طبعا هم طبعا عندهم دلوقتي زي نمكن نقول عندهم ناحية إيجابية شوية قبل المباراة لسه كذبين في الدوري الفرنسي فهم أكيد برضو وعندهم يعني قدروا أنهم يلعبوا ماتش كبير قدام تشيلسي لكن في الأخير خبرة خبرة تشيلسي وعناصر تشيلسي والجهزات اللي هم فيها حتى لو في نتائج محتزة شوية في الدوري الإنجليزي يمكن اللي بينافس سيتي وليفر بول ويأتي بعدهم ممكن تشيلسي لكن أنا بقى نشايف أن المباراة بالنسبة لتشيلسي ممكن ما تكونش سهلة لأن بيلعبوا قدام لي اللي هو برضو عامل نتائج كويسة في الدوري الفرنسي طب تعال بقى نخش على ماتشت بكرا وعليك خير إن عشنا وكلنا عمر برضو بكرا فيه لقاء يهم ناس كتير جدا أن هم يتابعوه أتلتكو مدريد مع منشاستر سيتي يعني برضو شايف الماتش ده حيكون عامل إزاي ويعني رونالدو كريستيانو رونالدو اللي زيه مع الفارق زيه زي ماسي كل واحد فيهم في ناديل جديد مش بنفس التقلق ووضح عليهم وعلى تعبيراته الشهم في كتير جدا من اللقطات إن هم مش مبسوطين وإن هم حسوا إن هم تصراعوا في القرار اللي خدوا ده يمكن زي ما حدك قلت هو كريستيانو رونالدو طبعا هو عندي مباراة سائرية بينه بين ديجو سيميوني المدير الفني لأكتسكو مدريد ودايما مباريات اللي بلعب فيها رونالدو ده مقاتسكو مدريد بتوما مبارات صعبة مع أي فريق بلعب سواء مع يوفينتو سواء مع ريال مدريد سواء دلوقتي مع منشاستو نايتت فهو أكيد مباراة كبيرة جدا ومباراة قوية جدا وحتمان من أمتع مباراة في دور الأبطال يمكن زي وحد داك قلت رونالدو مش لقى نفسه في منشاستر الفريق مش مساعده زي ما ميسي مش لقى نفسه في فريق سانت جرمان يمكن برضو منشاستر غير مدرب غير سولسكاير وجاب رانجينيك كان فيه كلام الفترة الأخيرة وانت قادرة مني بكتير على أني كريستيانو رونالدو بتده يتكلم بشكل صريح مع كابتن الفريق الشارع اللي انت لابسها دي انت غير جديد بيها وانا الأحق كرام ده اتقال يعني انا ما يعرفش بصراحة ممكن يكون ده ايه صحيته بس انا لو بتكلم كرونالدو هورنالدو هو قائد كده كده هو هورنالدو هو قائد منشستر نيتد هو أعظم لعيب في منشستر نيتد هو تاريخ كبير جدا في كورة القدم من أعظم لعيبة في تاريخ العالم كله في كورة القدم يمكن هو مش لقى نفسه منشستر الفريق ليش مساعده تغيير الجهاز الفني باللعيبة لسه لماذا الفريق ليش مساعده السيد عليك النتائج النتائج مش كويسة اللعيبة اللي موجودة مش هي تقدر تشيل منشستر نيتد لسه منشستر نيتد عايز إحلاله تجديد تاني وعوذ عناصر قوية تقدر تشيله يعني الصفاخات اللي موجودة مش هي اللي تشيل فريق كبير زي منشستر عريق في الدور منه بس فريق معا حد زي كريستيان ورونالدو يعني دي أملة كبيرة يعني المفروض يبقى وضع الفريق ونتيجه وأداءه أصبت مليون مرة مما هو عليه فده مش حاصل وبالتالي أفقدنا وأفقد ناس كتير جدا متعة مشاهدة فريق كنا متخيلين أن كل لقاءاته وكل ماتشاته حتبقى ضرب نار ولقينا أنه مش بالضرورة ممكن أقول أن رونالدو برضو كبر وبردو كبر فريق مش مساعده ده برضو مش زي زمان كان بلعب فرق حتى لو هو معهش فريق بس هو رونالدو ده برضو رونالدو كبر حتى لو هو لسه موهوب ولسه لعب عظيم بس برضو ما عندوش هو بيببر أستاذ لا 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 ما بيببرش أستاذ زي حدنا بنكبر وهو زي ما هو بحطة الإيد خلينا نقف عن النقطة دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا تفضل أهلا بيكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضفنا الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي نتكلمنا الغد دلوقتي عن كتير من التفاصيل المتعلقة بالنادي الأهلي والمنتخب ودخلنا كمان على الدوريات الأوروبية المختلفة ودوري أبطال أوروبا بس قبل ما نكمل كلامنا في الدوريات الأوروبية أستاذ علي بعد إذنك عايزين نقف عند تفصيلة كده ليها علاقة بالعقود وتجديد العقود لأن في الفترة الأخيرة يعني حننكلم عن شخصين كل واحد فيهم على حدة في مكانه وفي موقعه يعني فيتسو موسيماني بقينا نسمع في الفترة الأخيرة لغط كتير قوي حوالين هو مكمل مش مكمل هو معانا مش معانا طب دراجي العامل كل النتائج اللي تخليه أكيد يبقى معانا وفي ناس تانية تطلع أصوات يعني بتشكك في هذا الأمر ده من ناحية ومن ناحية تانية محمد صلاح ويتجديد عقده مع ليفرفول وبرضو كلام اللي تقال بتاع أنه طلباته المادية قد تكون أكبر من قدرات النادي وما تاني ما يدرواش ينفذوها ففيه ألأ في الحتة دي تعالي نبتدي ببيتسو موسيماني وخصوصا أنه هو كمان مؤخرا كان ليه تصريح بيقول من خلاله يعني ما معناه أننا لو مجددتش عقدي مع النادي الأهلي حكون متفاجئة وأي حد هيجي مكاني أكيد حبقى بقال برضو ما معناه أننا يعني خليه فكر بصوت عالي إيه البطولات اللي ممكن تفوز بيها عشان تضمن إن هم يجددوا لك فإيه بقى اللي حاصل في الحتة دي هو يمكن زي ما حدك قلت كان فيه فترة من الشد والجذب من تصريحات موسيماني للصحافة الجنوب الأفريقية وحتى كمان في مؤتمر الصحفي بعد إحدى مبارات الدوري عن تجديد العقد وعن كلام أنه مش عارف هيجدد عقد وإمتى وكان الرجل عايز يعرف أو يحسم يعني موضوع تجديد العقد قبل السفر كاس عامل أندية يمكن الفترة دي كتفيها شد وجذب كتير جدا لكن أنا بقول لحضرتك دلوقتي أفكا لمصادر الأجنبية وحتى كمان مصادر هنا في النادي الأهلي إن خلاص تجديد العقد تعمل موسيماني يتحسم الجدد له موسيمين قابل لتجديده كمان لمسم آخر هياخد 200 ألف دولار في الشهر في العقد الجديد وفي شهر تجديد 6 شهر من قيمة العقد ده بنسبة كبيرة بعد أن جهات كتير الحقام على نادي الأهلي اتنين دور أبطال أفريقيا اتنين برونزايا موديل الأندية اتنين كاس سوبر أفريقي كاس مصري وكاس سوبر مصري وكمان الدوري المصري اللي هو يكمله بعد فيلر فموسيماني موضوع انتهى خلاص كل حواتي في فترة استقرار وهيتعلن عن موضوع تجديد العقدة خلال أيام إن شاء الله عشان النادي الأهلي هيكمل في المباردة حلو خش بنا بقى على الموصلة محمد صلاح طبعا يمكن أفضل لعافة العالم واندلوقتي بيقدم مستوى أكتر من رائع محمد صلاح تطور كتير جدا بيقدم كورة حلوة بأهداف ممتعة أركام قياسية أصبح من اللاعبين الأساطير في نادي ليفر بول وفي الدور الإنجليزي وفعلا من أفضل لعابة العالم ومنوجة ناصر وأفضل لها في العالم حاليا بالمستوى اللي بقدمه على أرض الملعب وكمان عقليته خارج الملعب محمد صلاح قدم أوراق اعتماده مع ليفر بول وفي كورة القدم العالمية هو أصبح النجم الأوحد في الدور الإنجليزي وفي نادي كبير زي ليفر بول موضوات جديد العقد طبعا فيه كلام كتير جدا في الصحافة الإنجليزية وكمان من نسبة كمان لوكيل محمد صلاح محمد صلاح طبعا نجم كبير ويتعامل إنه نجم كبير في ليفر بول وطبيعي إنه يطلب طلب إنه يبقى راتب وراتب عالي ويمكن أكبر راتب في الفريق في ليفر بول وده حق وهو أقدم كل حاجة للنادي وخد بطلات مع النادي وحق رقم كاسية الجماهير بتاع شيئاناك بتسميه الملك المصري جيبشن كينج فأعتقد إن محمد صلاح أي طلب يطلب من ليفر بول هو حقه المشروع وطبيعي إنه يدور على مصطحته لأنه عمل كل حاجة مع النادي ومؤثرش في أي حاجة وأنا شايف إن موضوعات جديدة العادة ده هو طبعاً في شد وجذب بس أنا شايف إن ليفر بول ما يقدرش يسنى محمد صلاح ما يقدرش يفرد في العيب بقيمة محمد صلاح اللي هو فعلاً دلوقتي هو النجم الأوحد في النادي فأنا شايفه إنه من أسطير النادي وإن حتى المسؤولين على النادي أو إدارة النادي هتبحث موضوع محمد صلاح وإنهما يجددوا العاد فأقرب وقت ممكن أو بس مش ممكن مش ممكن وأنا هنا مش بكلم على ليفر بول ولا على محمد صلاح أنا بكلم على المبدأ ذات نفسه مش وارد إنه يبقى فيه لعيب مولع الدنيا بالمعنى الحربي يعني مكسر الدنيا وبالتالي وبموجب اللي هو عامله ده وكوالتي أداءه بيطلب زيادة في الراتب مثلاً والنادي يحبه جداً والودود يديله بس هو ما عندوش وده حصل في الفترة الأخيرة مع أكتر من اللعب في أكتر من نادي نحية فبيبقى الوضع عامل إزاي في حالة زي كده يعني فيه ناس بتبقى مرتبطة بترتباط وثيق بناديها اللي هي فعلاً اللي امعت من خلاله وده اللي خلى حد زي كريستيانو رونالدو وميسي كل واحد فيهم على حدة بيدفع التمن بعد ما ساب مكانه الحزبة بالنسبة لللاعب بتبقى ماشية ازاي هل أنا اللي فاضلي في الوقت في الملاعب مش كتير فبالتالي لازم أخد يعني القدر الأكبر من الأموال يعني بتتحسب ازاي يمكن زي ما قلت كنت قلت لسه أبرز مثال ليونيل ميسي من ليونيل ميسي حد كان يتخيل انه يمشي من بارشون يروح باريس سان جرمان خاض يمكن مشكلة في العقد والفلوس وانه بارشون ما قادرش يوفر والدرائب ما قادروا شوية حلوين برضو بزداد فجأة لانه ليونيل ميسي بيلعب باريس سان جرمان يمكن هوا دي كتصفقة تاريخية زي رونالدو ميشي من ريال مدريد وراح يوفينتوس وبعد كامل يوفينتوس رح على مانشستر ناتيد حلوان يتخيل انه يرجع مانشستر حلوان يتخيل انه يمشي من ريال مدريد روح يوفينتوس طبعا هي في الاول في الاول الاخير النجوم ممكن مش نكام على ايه الصورة هنتكلم عن النجوم هو برضو في عوامل كتيرة جدا بتخيل اللعب يمشي من نادي حتى اللعب اللو هو فيه ارتباط وصيق غير الفلوس في عوامل تسويقية في عوامل نفسية في كل حاجة يعني كل حاجة في الكرة وردة محمد صلاح أنا من وجهة نظر شايف انه يجدد من الورد ما يجددش ورد ان ليفربول لا يقدرش يقدم يعني ما يقدرش يربي طلبات محمد صلاح يلبي طلباته ويروح نادي تاني ممكن محمد صلاح يلقيه في باريس سان جرمان ويكون يبالعب في مدريد لو ده حصلت تعنا تخيل ان ده حيحسن جدلا لو محمد صلاح راحت فريق زي باريس سان جرمان هل سيبقى هو محمد صلاح زي ما كان مع ليفربول أنا أعتقد ان نسخة محمد صلاح في ليفربول صعبة تقرر في اينا دي تاني الكيميستري بتاعت محمد صلاح اللي لقاها في ليفربول يعني ينطبق عليه نفس الكلام اللي ينطبق على كريسيان ورونالدو وميسي لما سابوا فرقهم الاصلي حداك شفت كريسيان ورونالدو في مانشيطان ورونالدو حداك شفت ميسي في باريس سان جرمان هو ده ميسي هو أفضل لها في العالم والتاني أفضل لها في العالم ولكن لحد دلوقتي ميسي ما قدمش أوراق اعتمادوا مع باريس سان جرمان ما لقاش نفسه معلوم مع ان الفريق مليء بالنجوه هل النوع ده من الخطوات اللي اتضح في نهاية المطاف ان هي خطيئة ولم تؤتي ثمارها بالنسبة لللي يعلم هل وارد تداركها يعني ممكن الغلطة تتصلح ممكن الكسر يتصلح ويرجع كل نجمه فيهم لموطنه الأصلي وموقعه الأصلي لو في سن صغير ممكن في سن صعب يعني انا ما اعتقدت ان ميسي ممكن بعد كيسي باريس سيبرتيني ويرجع باريس سونا تهني حتى لو بيختم حياته يعني انا مش شايفة يمكن رونالدو رجع ما تشتنات اللي هو بدأ فيه كان نجوميته في الأول قبل ريال مدريد طبعا اللي هو الفترة الأزهب في حياته لكن هو في الآخر رجع ما تشتنات يعني أنا شايف ان هو لازم تكمل في التاريخ الإنجليزي لازم يكمل في الحين ميقر إムاني أو يعلى Kraft يمكن أن يذهب حتى لو كان شراء مارس 6 يعني أنا شايف الحين غير من النجل لكن خطوة بره بالإنجاز وفي الأرقام اللي حققها مع الحين ستكون صعبة لو لعجبا في نادي الزائريما في الدور الاسباني الدور الاسباني تشكيل تنالي المدريد بالعناصر بطريقة اللقب لانك ممكن لا تساعدش محمد صلاح. محمد صلاح لقى نفسه في الدورة الإنجليزية جماهريا تسويقيا فنيا مع مدرب عظيم زي يورجن كلوب فأنا شايف أن محمد صلاح لازم كان في الدورة الإنجليزية طبعا هو مضامش بإيده هو في الأول في الأخير بيبحث عن مصلحته وهو قدم طلباته نادي وفق عليها أو لا بس أنا شايف أن محمد صلاح يعني من الأفضل لي أنه يبقى في نادي كبير زي ليفر بول أو على أقل في الدورة الإنجليزية ممكن إرادة اللاعب أو اللاعب النجم يعني وأنا برضو مش بكلم على م التكرى والمبدأ ذات نفسه هل ممكن إرادة النجم تعرض مع إرادة مدير أعماله بس الغالبة تكون لمدير أعماله؟ أعتقد أن في الأول في الأخير هو اللاعب هو قرار اللاعب ما فيش مدير أعمال ممكن يؤثر على اللاعب لكن إن في الأخير قرار الوكيل الأعمال عن اللاعب ده ما بيحصلش هو اللاعب الثالث هو بدي قراره النهاي الوكيل الأعمال اتفاود مع كذا أو أنا هروح كذا خلاص هو اللاعب اللي بيقرر بعدين أنا شايف أن محمد صلاح مع وكيل رامي عباس في تفاهم كبير جدا في سنة تفات وعملوا إنج خيالت محمد صلاح النجم الأوحد في ليفر بول وفي الدورة الإنجليزية والوقت من أغنى لعبت العالم ومن أفضل لعبت العالم يعني في البالوندور عطول مرشح وإحنا بالمناسبة ليه ما عندناش 35 محمد صلاح منتشرين في عنحاء العالم فرق العقلية حتك شفت اللي عندنا كذا محترف في الدوريات دلوقتي في حد زي محمد صلاح؟ لا محمد صلاح هو لعيب مختلف موهبته إصراره بدأ من زمان من نادي المقولين عرب الصفر اللي كان بيسافره الموهبة اللي عنده العظيمة إصراره تغير عقليته محمد صلاح بدأ خندازه قدرته على التأقلم والاندماج قدرته على التطور والتطوير من بازل من فرنتينا من روما لنادي زي ليفر بول وقابل لها كانت شيلسي فترة مش موفقة في الدوريات دي لكن لما موفقش في 2014 في تشيلسي وما لعيبش مع جوزيو مورينيو رجع تاني في 2017 لليفر بول بقى أهم لعيب في الدوريات دي طب احنا في الفترة الأخيرة بقى فيه اهتمام من الدولة ذات نفسها بفكرة ومبدأ صناعة الأبطال في رياضات مختلفة واحنا منتكلم ان احنا بلدنا فيها أكتر من 100 مليون برهاد وكرت القدم مش محتاجة أقولك إلى أي درجة هي رياضة شعبية وكل بيمارسها فليه ما نصنعش محمد صلاح تاني وثالث وعاشر وعشرين ليه ما يبقاش فيه يعني مع الفرق النفس في شغل تكشفين بتوع زمان بلدنا مليانة مواهب يعني نهيك عن اللي هو بالفعل موجودين في النوادي هل ده ممكن يتعامل في يوم الأيام؟ أكيد طبعا وده يمكن أن وزارة الرياضة بتقوم بي أنهما يكتشفوا المواهب سواء من المركز الشباب أو حتى من المحافظات ويعمل من مشروع الموهوبين اللي هو المفروض أن يكون فيه أكتر من محمد صلاح لكن أنا شايف أن قبل ما تدور على المواهبة دور على العقلية إزاي أنك تخلي اللعيب متعلم وعنده عقلية وطموحه بلا حدود زي محمد صلاح قبل ما يكون لعيب موهوب أنا ممكن أن ألاقي لعيب موهوب وخسر نفسه بكرارات يعني أنا شايف أن رمضان صبحي دماغه جايبها وراءة أنا شايف أن رمضان صبحي كان ممكن يبقى من أهم لعيبة مصر في الفترة اللي فاتت دي أكيد طبعا لكن للأسف أنه راح الدور نجيزي محققش حاجة ورجع لعيب تاني في الأهلي وابع كده في بيرامدز ما قدرش حاجة معي أنه لعيب لسنه صغير طبعا ولكن لعيب مهاري رائع ليه بالضبط وزعب لعيب كويس أنا شايف لعيب رمضان صحي من أهم لعيبة مصر وكان فترة من الفترات هو أحسن لعيب في مصر وقد نادي الأهلي بطلت الدور يدرب طرق أفريك لكن أنا شايف أن محمد صلاح لعيب مختلف لعيب فعلا بيجي كل مئة سنة مرة هو لعيب في الدور الإنجليزي أو في مصر حتى لعيب مختلف فعقليته مختلفة قدر يطور نفسه قدر يلعب على كل حاجة في نفسه قدر يطور عقليته قدر يطور مهاراته أنه يبقى من أهم اللعيبة ومش بس يعني لعيب عادي لعيب خيات ما فيش زر تشك يا أستاذ علي أن محمد صلاح بيمثل ظاهرة كروية ما بتتكررش كتير أنا أشكرك على وجودك معنا النهار ده نورتنا وإن شاء الله نشوفك على خير في حلقات باية شكرا بنا خلقاتك وإنا كمان اتشرفت وحضرتك شكرا بنا